موسيقى أيها سيدات واسادة أهلا ومرحبا بكم في قضايا وآراء مع بداية ربيع الثورات العربية ظهرت ثلاثة مواقف للجامعة العربية يمكن الإشارة إليها بالبنان فالقرار الأول الذي اتخذت الجامعة العربية الخاصة بليبيا اعتبر الركزة التي اعتمد عليها المجتمع الدولي للتدخل العسكري في ليبيا القرار الثاني الخاص بليمن فضل الصمت والاعتماد على المبادرة الخارجية حصرا أما القرار الثالث الخاص بسوريا والذي ظل حتى اللحظة عربيا عربيا من خلال المبادرة العربية إذن الجامعة الدول العربية وموقفها من الثورات العربية سنناقشها اليوم في قضايا وآراء بالنقاش المفصل والتحليل العميق معنا في هذه الحلقة دكتور محمد شمسان الكاتب والباحث اليمني وأيضا أستاذ كاظم الموسوي دكتور كاظم الموسوي وأيضا دكتور محددين لاتقاني رئيس مؤتمر الوحدة الوطنية في سوريا مرحبا بك ضيفية كرام جميعا أبدأ معكم بلا اليوم عندنا شامنا ويمنا نبدأ من اليمن ثلاثة مواقف لجامعة الدول العربية هل كما قال البعض تعاملت الجامعة العربية بازدواجية معايير تجاه مواقفها من الثورات العربية؟ بلا والسبب أنه عايز السبب يعني السؤال هو هي تعاملت بازدواجية لأنه في أربعة أماكن أو خمسة كل مرة تتعامل بطريقة والسبب في رأيي أنه مراكز القوة داخل الجامعة لا يحكمها ميثاق ولا يحكمها مصادر قوة وإنما تحكمها مراكز قوة يعني في العهد البداية تشكيلها كان صراع أردني على الخلافة في الخمسة واربعين وشستة واربعين فكانت القوة عراقية مصرية سعودية والأردن في النص في الفترة الناصرية كان الثقل الأكبر لمصر ومن تابعها عبدالسلام عارف في فزة ما قبل البعث كان العراق في ضمنها حتى توحد علام سوريا ومصر وهذا حتى الإمام عندنا في اليمن دخل في الوحدة فكانت مراكزة ثقل الآن مركزة ثقل تحول إلى أصحاب الأموال البترول دولار التونسي مضطري جامل دول الخليج يسوت معه لأنه ستموله اللي بمضطري جامل ولو أنه نظام ثوري ولكن لأنه قطر وقفت معه قطر العظمى ومولته وعملته وكذا والآن ستموله العراق العراق موقفها بين البنين لأنه إيران تضغط من هناك وأيضا رغم أنه كان في فترة من الفرد كان رئيس الوزراء العراقي يشتكي مر الشكاء من سوريا بأنها تسمح للناس الآن بالعكس بالنسبة لليمن اليمن موقفها خالف موقف دول الخليج اللي هي تدعمه في قضيته ولكن لماذا؟ لأنه لو قال بالمصير القدافي لبشر فكأنه علي عبدالله صالح يقول أنا مسموحة يكون لي نفس الشيء اتخذوا نفس القرار فالآن أعتقد مركز القوة طبعا مصر الدولة الآن محتاجة للخليج دولة مديونة دولة عايزة تبني نفسها إذا ما فيش مراكز قوة الآن إلا مجلس التعاون الخليجي وأساسا السعودية سوريا قال فترة من الفترات كانت تستأسد على الكل كانت خاصة وهي في لبنان كان النظام البعث مستأسد على كل الدول العربية أنا أذكر مسؤول يمني جنوبي قبل الوحدة قال كان عندما هذا كلام من رئيس الدولة من اللقم المركزية إذا لم تأجدوا في الأمم المتحدة الوحدة اليمني الجنوبي لا يجد أي قواب لسؤال ويصوت من أم أولا ينتظر الوحد السوري ماذا سيقول ثم يصوت مثله فهذا رأيي طيب لكن سنأتي على قضية الصمت والأشياء كثيرة لكن دكتور محدي الله تقاني يبدو أنه ما عجبه الكثير من كلامها له عقبه عشان كذا بيضحكه لماذا برأيك دكتور محدي الله تقاني مثلا سنأتي على قضية ربما كل الثورات العربية وحتى المواقف المتبينة للعراق وغيرها منذ أن بدأت مثلا الثورة الليبية فورا اتخذت الجامعة العربية وأعطت غطاء فورا واستنجدت بالنيتو مع أن ميثاقها في البداية طبعا جامعة الدول العربية كان وقتها المقترح المصري لأن عندما سمعوا مصطفى النحاس وغيرها لدول المؤسسة لجامعة الدول العربية في الإسكندرية نعم كان مطلب السوريين التحالف العربي أو الاتحاد العربي كما طلب العراقيين لكن وقتها المصريين فازوا أن جامعة الدول العربية بتعبير شامل وعان لماذا اتخذت هذا الموقف فيما يتعلق بليبيا والآن اتخذت هذا الموقف فيما يتعلق بسوريا وبقيت صامتة في اليمن وقطر والبحرين يعني عمليا أنتو ذكرتوا البدايات الشيء الذي تم تشيري إليه أن جامعة الدول العربية ليست فكرة عربية هي فكرة قامت باقتراح بريطانيا صحيح ومنذ ذلك التأسيس الجامعة العربية واقعة تحت الضغوط الأجنبية المشهد الدولي يستعين بالجامعة العربية كحالة ديكورية من وقت لآخر حتى يقول أن المنطقة تحبز هذا القرار ولا تريد ذاك القرار في الحالة اليمنية الحالة اليمنية فيها مشكلة يعني أريد أنا أن نعزلها عن الجامعة حالة اليمنية مرتبطة بالسعودية طالما السعودية تريد علي عبد الله صالح سيبقى علي عبد الله صالح إذا قالت السعودية بعد خمس دقائق لا نريد علي عبد الله صالح سيختفي علي عبد الله صالح من الوجود هذه المشكلة يجب أن نعزلها تماما عما يدور في الجامعة العربية نأتي إلى حكاية سوريا وليبيا في الحالة الليبية أيضا حينما قامت قطر ودول مجلس التعاون فورا بقرار سريع وطلب من مجلس الأمن الجواب أتاكم أمس من أردوغان أردوغان قال أنه لماذا يسكت العالم عن سوريا لأنه ليس فيها نفط إذن المصالح النفطية الدولية ونحن هنا نتحدث عن التأثير الخارجي في جامعة الدول العربية المصالح النفطية الدولية هي الكارتل الحقيقي الأقوى قالت لها هؤلاء تحركوا فتحركوا جاءت الحالة السورية وفي الحالة السورية لا نستطيع أن نقول أن الجامعة العربية استعجلت الجامعة العربية تباطأت كثيرا لم تجتمع إلا بعد أربعة أشهر أعطت للنظام السوري أكثر من فلسخل فمشكلة الجامعة العربية معنا الآن إن لم تتحرك نقول لم تتحرك حين تبدأ بالتحرك نقول لماذا تحركت بسرعة 40% هذا نجد تراكمات أنها عندها منذ العام 1944 لم تتخذ موقفا موجعا لدولة عربية مثل أربعة فقط بالعراق نعم الدكتور شمسان ذكر حكاية الدور السوري في مرحلة من المراحل حين دخلت قوات الردع العربية إلى لبنان وأنا الآن أتعجب من أخواننا اللبنانيين كلهم منصر عندهم حنين لعهد الوصاية حين دخلت قوات الردع العربية إلى لبنان دخلت أيضا بتفويض دولي وبموافقة أمريكية العامل الخارجي هو المؤسر وراء القرار الجامعة العربية لو كان العامل الخارجي موحدا وكان هناك قرار بإسقاط نظام الأسد خلال أيضا أسابيع لو وجدنا موقفا من الجامعة العربية أسرع من الإيقاع الحالي في كل الأحوال القرار الحالي شجاع المبادرة الحالية شجاعة لكنها لا تكتمل إلا بقرار جريء آخر إذا كانت الجامعة العربية فعلا لا تستطيع تنفيذ قراراتها فتستطيع الآن تبرئ زمتة وتقول للشعب العربي أنا لا أستطيع تنفيذ هذا القرار أما إن كان عندها وسائل وآلية فيجب أن تسرع أيضا بها لأن الحالة السورية لا تحتمل المزيد من الكلفة البشرية وكما قال في الاستثناء أن حجم الدم الآن في سوريا ليس مثل اليمن مهما كان وحجم وأيضا تعقيد الموقع الأقليمي في ليبيا كان الدم أكثر لكن في ليبيا كان هناك قوات مسلحة تحارب قوات مسلحة كتائب القزافي تحارب جيش جزءا فضع عن القزافي وبدأ يحاربه في الحالة السورية عندك شعب مسالم يواجه مخابراته وجيشه وكل الأسلحة التي اشتراها من ثمن قوت أطفاله ليحارب بها إسرائيل يجدها الآن ترتد إلى صدره هذه حالة مختلفة تماما ليه الصمت في البحرين برايك من قبل جامعة دول العربية أنا أفضل أن نسميها جامعة الحكومات العربية وليست جامعة الدول العربية لأن الدول العربية لها أيضا بالتفسير القانون والسياسي لها معناها الآخر فهي تمثل الحكومات العربية ومنذ تأسيسها كما اتفق الأخوان الآن أنها كانت بإرادة وإشراف وقرار أجنبي منذ تأسيسها إلى اليوم لا تتحرك إلا بالتأثير الخارجي أعطوني مثالا قامت به الجامعة العربية لمصلحة الشعوب العربية لا يوجد أي مثال فيه كل تاريخها حتى في الفترات الإيجابية التي يمكن أن نسميها إيجابية من دور الفترة الناصرية أو الفترة القومية العربية العلاقة والسورية لم تكن تخضع أنت تسميها جماعة الحكومات العربية لم تكن تخضع للمزاج الشعبي العام لأن تغير هذا الشيء هذا اللي أريد أن أتوصل إليه بالأخير فأقول أن كل تاريخها هذه مواقفها وإذا عددنا منذ عزام باشا أمينها العام الأول إلى الدكتور نيل أرابي قراراتها ومواقفها دائما تكون ليست بصالح الشعوب العربية أي قرار منها الحصارات التي تمت على الشعوب العربية بإشرافها وموافقتها ولم تتخذ حتى موقف إيجابي حتى بيانا من مصلحة تبرئ ذمتها وأيضا عنه بيانها التأسيسي على فكرة هو المحافظة على أمن أي دولة المحافظة على أمن المتحدة ومثاق المشترك ومثاق السلات الاقتصادية والسياسية بالضبط المثاق الذي وقعت عليه الدول الأعضاء وتأسست على ضوء المثاق هذه الدول العربية يعطي هذه الصلاحيات أن تحافظ على الأمن الداخلي وتساعد في التعاون الاقتصادي ولديها عدة ملاحق واتفاقيات لم تحركها اتفاقية الدفاع المشترك واتفاقية التعاون الاقتصادي نأتي إلى قضية البحرين وهذه المسألة المحيرة بالنسبة للقضايا الأخرى يعني أنا يمكن أقول أن ما يتعلق بسوريا يمكن أن نوافق على المبادرة ولكن آلياتها أختلف عليها لأنها ستقود بالأخير جاءت بتوجيه خارجي وتقود بالأخير إلى توجه خارجي وخدمة عامل خارجي وليست خدمة الشعب السوري كما فعلت مع الشعب الليبي في هذا الجانب بالنسبة للبحرين دكتور كازم باتفق مع وليد المعلم بالنسبة للبحرين لا 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 بس أنت رو كنت عفوا إيش بتساوي دو كنت أنت برئيس دولة مثلا شو بتساوي في الحالة السورية أنت مثلا شو الحل المبادرة هذه المبادرة ينبغي أن تجري الضغط على السلطة السورية بتنفيذها لأنه لا حل آخر يفرض على دعم الشعب السوري غير هذه النقاط الموجودة بالمبادرة وقف القتل أطلاق صراحة المعتقلين مساعدة الحراك الشعبي على تنفيذ مطالبه الانتفاضة انطلقت من أجل الحرية والديمقراطية والبحث عن كرامة الإنسان نتناولها شعب لكن البحرين أرجع على قضية البحرين لأن البحرين دولة خليجية ولأن البحرين فيها أكثرية هكذا العرب يضعوها في خانة لذلك اتخذ الطرف الخليج العربي الدول التي تمثل أيضا طائفة أخرى أكبر بالنسبة للدول الأخرى أخذت موقفا سلبيا وعممته على جانب طائفي أولا وثانيا أيضا ضمن المشروع الغربي المؤثر عليها والذي يدفعها باتجاه وهم إبعاد وهم العدو الأساسي في المنطقة إسرائيل والتوجه إلى تبديله إلى إيران ولذلك وقفت دول الخليج كلها ودعمت لا يتحرك جيش الدول الخليج في حماية شعوبه من أزاء الانتفاضات التي حصلت فيه ما عدا انتفاضة البحرين تحرك إليها ولذلك أخذ موقفا من هذا النوع لكن حفاظا على أمني لأن أخذت بعد خطير هذه حديقة خلفية للسعودية ولكن الانتفاضة الشعبية في البحرين أيضا مطالبها مطالب كما هي مطالب الانتفاضات الشعبية الأخرى تطالب بحكومة دستورية لم تطالب بتغيير النظام ولم تطالب بإسقاط الحكومة ولم تطالب طالبت بنظام ملك دستوري بحقق الحرية والكرامة للشعب وأن يكون ثروات البلد لأبناء البلد وليس للمؤسسات القمعية والإرهابية وأيضا للقواعد الأمريكية الموجودة بالمنطقة والتي لا جزء منها في البحرين إلى أي حد دكتور شمسان تعتقد بأن بعض من قرارات جماعة الدول العربية الأخيرة مبنية أو كانت مثل القشة التي قسمت ظهر البعير كما قالوا بتصفيد حسابات قديمة لا أحد بالتأكيد ينكر أن هناك عدوة قديمة بين القذافي والمملكة العربية السعودية لا أحد ينكر على الإطلاق بأنه الرئيس الأسد في سنة 2006 كيف وجه يعني كما تبره إهانة للمصريين هذا هو قهل الخليجيين وغيره إنصاف الموقف وإنصاف الرجال لا أحد ينسى إلى أي حد لعبت هذه الأشياء أكثر مكان كانت مع القذافي مع ليبيا لأن القذافي لم يترك له صديق أقصد هذا ممكن أن نربطها بذاك أو لا لو لا الكوبري العربي الذي عمل لموضوع ليبيا لن تكون القضية حسمت بهذه السرعة لكن الموضوع السوري أنا أعتقد الموضوع اليمني سهل زي ما قال الدكتور محي الموضوع هذا في 90% في يد السعودية و10% في يد أمريكا والغرب لكن الموضوع البحريني والسوري موضوعين صعبين جدا وأستذكر السبب في سوريا أولا سوريا لو ضربت كما ضربت ليبيا ستدفع إسرائيل والغرب ثمن باهض جدا لأن العقيدة العقيدة الإيرانية السورية حزب الله أقول شامي على فكرة شمسان شامي أكثر من يمني لا أنا أقول أنه لا تتصور الآن أنه حزب الله الذي أوقع إسرائيل ستتركه إيران بأسلحة أقل عندما تنضرب حليفتها سوريا أنا لستم عن نظام السوري أنا زرت السوريا دكتور محيم ممكن كلمته ثلاثة أيام كلمت الظبع عن هو كان خارج سوريا لا لا كلمت هنا بره أعتقد في قلسة خارجي بره أتكلمت بشيء واحد سألتك هل قفزت من السفينة لا 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 خارجي اسمع لي دكتور محيم خارجي لا تكون كسقراط يعامل الصفصطيين أستاذنا يعني لا أنا أريدك أن تنتظرني أنا تكلمنا مرة نذكر أنه عديت ثلاث أيام على دمشق لم أرى الرعب أنا زرت حوالي 13 بلد عربي لم أرى الرعب أمني كما يوقد في سوريا الناس ماشيين عادي جدا وذا وذا كل حاجة تصلاح لكن تقد فجأة أربعة مسلحين مش لابسين أسكري ينزلوا يأخذوا شخص من قدامك ويحطوا في سيارة ما حدش له دعوة أنا رحت في 88 كان عندي مؤتمر في عمان راحت الآن معد أيام حافظ لذل الثورة معد أيام حافظ لا أنا أوريك أنه قديك أيام لا 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 أنا أوريك أنه الرعب لا يقارن بأي رعب آخر من الناحية الأمنية يعني الذي نعرفها ثلاثة أو أربعة أو خمسة أجهزة أمنية وما أدراك ما خفية كان أعظم فهم يخافوا أنه إذا ضربت إنه ممكن حزب الله إذا ما ردت سوريا حزب الله ممكن يرد بعنف لأنه حزب الله يعرفه إذا انتهى النظام السوري لأن القادم بديل يعني حزب البعث هو بديل إسلامي والدليل الأردوغانية الذي صخر مني للمرة الأولى دكتور موحي عندما أعطلو إنه تونس تمشي بنفس الشعارات ليبيا الآن نفس الأشخاص صاحبنا لحظة لو سمحت لو سمحت كمّل كمّل لا أنت قلت لي هذا تزويل من عموس تنظيم الأخوان عموس جلعان عموس جلعان هذا تحليله هذا التحليل الإسرائيلي الذي يحاولون أقناع أمريكا به أنه إذا سقط الأسد سيكون عندكم دولة دينية في تونس ودولة دينية في لبنان ودولة دينية في مصر ودولة دينية في سوريا لا لا بس الوضع عفوا الوضع الداخلي شهد كلابير صحيح لا أعزل كلابير صحيح لا أعزل كلابير صحيح رؤية إسرائيلية مرفوضة من شأن ما نأطر المضوع فيما يتعلق بسوريا لأن الوضع الداخلي بالنسبة للوضع الإسلامي في سوريا عفوا اسمح لي يختلف تماما من حيث تحريك الشارع من حيث التنظيم عن حركة النهضة في تونس وعن المصريين سيب الموضوع سياسي أنا أتكلم عن الموضوع الرد الثمن الذي سيتدفعه الغرب أنا سألتك بس من أجل المحاور بس من أجل أنا أتي عليها نقطة أعود للبحرين خلاص لا لا مش من البحرين عدوات القديمة الدكتور الموحيم مش عايز أحد يتكلم على سوريا لا 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 أنا فقط أحاول أن أصحح هذه رؤية إسرائيلية رؤية نشرها عموس جرعات أحيانا كثير من الأحيان وإسرائيل الآن تحاول أن تقنع أمريكا بأن تحافظ على الأسد لأنها تريد أن يبقى يا أستاذي يا سكراطي أحيان أحيان قمة التطرف الإسلامي في أيام عرفات كان يتفق مع قمة التطرف الشاروني يلتقوا في نقطة واحدة التقال هذا يعني أننا مع بعض في البحرين في البحرين إيش مشكلتها مشكلة البحرين يا أستاذي إنه الشيعة غلبية الشيعة غلبية وليس كلهم عرب في بعضهم في بعضهم عقم كما يقول وأنا أكره كلمة عقم لأنها كلمة عنصرية وأكره وأكره أيضا من يريدنا أن نستبدل كما قال الأخي الدكتور أن نستبدل عدو الإسرائيلي بالعدو الإيراني وقلت لك في الموضوع السابق قلت الإشكالية إشكالية المعتمد بن عباد معروفة أمير يعني أكون راعي خادم لراعي الخنازير ولا خادم لراعي الإبل فأنا أفضل أكون خادم للشيعة الإيراني لأنه مسلم ولا خادم لإسرائيل طيب منيح بس بحاجة مهمة نقطة نقطة الآن فقط عن الموضوع بل الله اسمح لي شمسان بي 30 ثانية لو سمحت لي سألتك عن نقطة أنه العدوات القديمة بين الأنظمة العربية لعب الدور الآن في تصفيت حسابات قرارات الجامعة العربية الآن لأنه لأنه تقريبا نعم نعم 99 ساعة في العشرة 99 ساعة في العشرة من حكام زي ما قال الدكتور العرب هم الشيوخ قبائل ولا يسوا ناس لا دبلوماسيين ولا سياسيين ولا ينفعوا في السياسة شيخ القبيلة إذا تعرضت قبيلته يعني زي ما كليب واعل نعم مقرد أنه شربت هذه من عدة مكانه وكلت في العشرة وكتلها و40 سنة حار شيخ قبائل ماذا نتفقد منيح منيح الآن إلى أي حد تعتبر بأن طبعا لا شك أنه على مدى السنين أنه الجامعة العربية جامعة ضعيفة يعني شكليا يعني حتى قالوا بأنها ماتت يعني لا تحتكم حتى قراراتها التي تصدر عنها الآن هي غير ملزمة دورا كما قالوا أنه هذه الجامعة هي بالفعل كما قالوا تستجيب بضغوط خارجية عن طريق بوابتها يعني أمريكا تقول كذا يفعلوا كذا يفعلون كذا هي بالنيابة عنهم لعبة الدور الآن ولا لا يعني أنا بأود الدكتور شميسان فعلا شمسان شمسان هو مش شمس واحدة شمسين لا 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 هو الشمس بالإمريا نعم وحاول يعني النقطة مهمة فيما يتعلق بقوى القمع أنتو قلت 40 عام من 50 عام من قيام الجامعة العربية كانوا متفيقين دائما وأنتم الآن تتحدثون عن دول عربية في العالم العربي لا يوجد دولة سوريا بالذات هل سمع أحد منكم عادل سفر أو عبد الحميد سفر نسيت اسمه رئيس الوزراء السوري خلال أزمة استمرت ثمانية أشهر عادل سفر يعني هل رأيته هناك دولة رئيس وزراء لا يدلي برأي بدماء تسيل في شورعها أشهر هل رأيته وغير بشار الأسد وليد معلم بوسينا شعبان يظهرون ويتكررون ليقدمون نفس الرؤية ونفس المؤامرة استمع بعد طول غير المظهور نعم إذن 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 ليس هناك نحن نتحدث عن جامعة دول عربية يجب أن نقر بأن شكل الدولة العربية ليس هو شكل دولة مؤسسات هو شكل مختلف ما نابع من قوى قمعية من أجهزة الأمن تسير بقية الموظفين المساكين كما تشاء إذن عندنا دولة أمنية فيمكن أن نسميها اتحاد جامعة الدول الأمنية طيب ماذا اختلف الآن؟ نعم ما الذي اختلف الآن؟ الذي اختلف الآن أن هؤلاء يحاولون الآن أن يحموا أنفسهم لأن الجامعة العربية حينما تتخذ قرار من هذا النوع الآن كلهم يتحدث عن عدم استقرار المنطقة ويريدون من الشعب السوري أن يدفع من دمه ومن حريته وأن يظل تحت استبداد الأسد حتى تستقر المنطقة لكن الشعب السوري كان واضح أنه تريدون الاستقرار في بلدانكم حافظوا على الاستقرار في بلدانكم نحن لا نريد هذا النظام وسنزيله لما ظهر هذا الموقف القوي من الشعب السوري اضطرت الجامعة العربية بضغط أجنبي أو بضغط الدم أو بتحرك ضميرها اضطرت إلى أن تقوم بمبادرة هذه المبادرة الآن على الطاولة لن تنفذ والنظام السوري استفاد منها أكثر من أي أحد آخر النظام السوري مرتاح تماما الآن يناقش قضية الأخذ والرد يناقش قضية الاستفسارات يناقش قضية التعديلات وكأنك يعني تعرف اليوم تقوله للكذاب أحلف يقول لك جاك الفرج هذه المبادرة كانت بمثابة فرج كبير للنظام السوري ليضيع الوقت هذه القرارات سنناقش أيضا قضية أنه الآن طالما بأنها استجابت لضغط الشارع سواء كالسوري أو العرب المتعاطف ضمنيا الآن مع الشعب السوري المنطفض في الداخل الآن تحولت الآن جامعة الدول العربية دكتور كاظم إلى جامعة شعوب خلينا نسميها أكثر من هي جامعة حكومات كما أطلقتها أنت؟ لم تتحول إلى جامعة شعوب هذا ما أريد أن أقوله أيضا أنا حينما أقرأ تاريخ هذه المنظمة الإقليمية أنا مع تأسيس منظمات إقليمية لدول حتى الذي أسسها أنتوني آيدن وزير خارجية بريطانيا في عام 1941 حينما قال في مجلس البرلمان البريطاني أن الشعوب العربية ومفكريهم يضالب أكد هذا القول أيضا في مجلس العموم طالبهم بأن المفكرين العرب يطالبونه بتشكيل شيء يوحد هذه الدول ولذلك ينبغي أن ندعمهم أزاء الانتصارات أو انتصارات الحلفاء على الحرب العالمية الثانية وساعدهم ومما آنوا كمان الإنجليز عدم توحد العرب عانت منه بريطانيا بعدين في اجتمع وفد على ما أعتقد أنه من سبع دول منها من اليمن من سوريا من لبنان أو ست دول اجتمعوا وذهبوا إلى مصر لتشكيل هذا بعدين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بالضبط 1944 تم إقرارها بإسكندرية بعدين تم إعلانها 45 في 22 آذار 45 صادقوا وقعت سبعة الدول على ميثاق جامعة الدول العربية وقرت ثم فتحت العضوية للآخرين بعد 56 سنة من هذا التاريخ الآن أو أكثر أقول بالنسبة لدور هذه الجامعة أنا مع تأسيس منظمة إقليمية لهذه الدول العربية والحكومات العربية وتضع لها برنامج وميثاق عمل تقوم فيه ميثاق العمل الذي وضع في تلك السنة لم يقدم تسهيلات لهذه الجامعة العربية للقيام بهذا العمل الذي نريده لقد طالبنا في اجتماعات للمتقفين والمفاكرين العرب بتأسيس جامعة للشعوب العربية تدافع عن إرادة الشعوب ضد الحكام وضد التأثير الخارجي الشعوب العربية أو الدولة الوطن العربي يضم من الثروات التي تسير لها لعاب الشركات والدول والعالم كله يدور ويخطط من أجل الاحتلال هذه المنطقة بما فيها من هذه الثروات ولا يستفيد الشعب العربي أو الشعوب العربية من هذه الثروات فنحن ندعو إلى تأسيس جامعة للدول العربية ولكن ما تقوم به الآن جامعة الحكومات العربية ليس لمصلحة الشعوب العربية وإنما هو لمصالح خارجية وأيضا كما ذكر الدكتور حمد شمسان يوم تستجيب الجامعة العربية في بدايات تقول بأنه اسمح لي لا أقول في بدايات في بدايات التأثير أين قلب الوطن العربي الذي أثر على هذه القرارات في البدايات ثم في الوسط ثم الآن هل يعقل أن من يقود الجامعة العربية دولة لا تؤمن بدستور لا تؤمن ببرلمان ليس لها انتخابات ليس لها من يستشير حتى مستشار ليس لدى الحاكم حتى هو قال سأرجع إلى قيادتي بعد ذلك قال عندي فقط الأمير سنناقش بعد فاصل قصير إن شاء الله ضيوف الكرام الدين والدكتور كرام بسد شمسان من يقود الآن الجامعة العربية البعض قد يسأل من يقود الجامعة العربية الآن خاصة وأن مصر كبرى الدول العربية مشغولة في ترتيب بيتها الداخلي تونس وليبيا نفس الشيء اليمن سوريا مشغولتان بأزمتهمها الداخلية المغرب والأردن يخشيان من وصول الحراك الشعبي إليهما لكن بعد فاصل قصير أرجو أن تتفضلوا ببقائم من جديد مرحبا بكم مشاهديا كرام في قضايا وراء لهذا السبوع نحاول أن نناقش بالنقاش الفصل والتحليل العميق لدور الجامعة الدول العربية وتباين المواقف فيما يتعلق بثورات العربية على فكرة محمد شمسان كان يتكلم قبل قليل عن مصطفى النحاس إذا سعنا الوقت منحكي عن مصطفى النحاس ورحبا من جديد بدكتور محمد شمسان دكتور كاظر موسى ودكتور محدد الاتقاني مرحبا بكم ضيف الكرام من يقود جامعة الدول العربية الآن مصر مشغولة الآن بترتيب بيتها الداخلي تونس أيضا ليبيا أيضا سوريا طبعا الله يكون بعونها اليمن والعراق الآن من يقودها مركز السقر في الجامعة العربية الآن مجلس التعاون الخليجي يعني أنا لا أريد أنه أركز على دولة كما عمل الدكتور كاظر بخلفيات بحرانية يعني أيضا الإمارات في الأزمة الليبية لعبت دور مهم ولكنه كان ربما أقل من الدور القطري السعودية أيضا لعبت دور مهم فمركز قطعك دفعت عفوا دفع لعبت دور كبير بالمال ولكن بالقرار العسكري والسياسي قطر لعبت دور لدليل رئيس الأركان القطري هو الذي قال الإمارات لا دفعت دفعت المال دفعت مال وكان لها قوات على الأرض إذن لن نحاول نحن فقط أن نركز على قطر بسبب بخطة دولتين أساسيتين قوة ظهرت فيها الثورات وانتصرت ليبيا تونس ومصر القوة التقليدية اللي ما تزال إماراتية أو مشيخية والتي حاول أن يساعدها وهي مثل الأردن والمغرب في هذه التركيبة التي ظهرت أمامنا في العالم العربي نرى أن الدول الخليجية مضطرة للتنسيق مع الدول الثورية والتي انتصرت فيها الثورات لأن الدولتين أصبحوا بالتابعية قرارهم قرار مجلس تعاون الذي يمكن أن يغير المعادلة الآن انتصار الثورة في سوريا دول الخليج لا تريد أن تكون أيضا بعيدة عن هذه القوى الصاعدة التي ستأتي من خلال سوريا وستنضم إلى ليبيا ومصر وتونس والدول التي انتصرت فيها الثورات والجزائر ليست في منأة عن هذا يعني الآن من كل هذه الدول ترى اليمن والجزائر مواقفها مختلفة ترى لبنان مضطر للوقوف مع الموقف السوري لأنه المندوب السامي الإيراني في الضحية الجنوبية والذي يصنع السياسة الخارجية السورية واللبنانية خارج السياق لبنان الجزائر كيف هذا يعني عفوا بس متعلق وزير خارجي اللبنان هو يعني طواب باسمه خارجية وورا ياسم حكومة نعم يعني عمليا المندوب السامي الإيراني هو الذي يسير الحكومة اللبنانية وبالمناسبة إيران مغتازة الآن يعني هي كانت تريد أن تنفق على حزب الله وحده الآن يريد منها حزب الله أن تنفق على الدولة اللبنانية لأنه ميقاتي لن يضع سروته في خدمة الدولة اللبنانية والحريري سحب سروته فالآن يريدون من الدولة الإيرانية أن تنفق على لبنان المهم تلات دول خارج السياق لبنان، اليمن، الجزائر أما السقل الأساسي فبين كتلتين كتلة المجلس التعاون الخليجي وكتلة القوى الثورية الناهضة التي ستنضم إليها سوريا قريبا مجلس السوريا الآن شاغر في الجامعة العربية سيشغل قريبا المعارضة السورية والأسد سيختفي هو هذه الكلمة لا تعجبك كثيرا لأنك يا مستعجل أكتر مني يا أنا مستعجل أكتر منك ما بعرف لا ما شو دخلني يعني راح الله ولا رابعة ستين سنين إذن عندك كتلتين والكتلتين هدول إذا اتفقوا على مجموعة أهداف يمكن أن يكون هناك عمل عربي مشترك إذا تناحروا وسيتناحرون إذا صارت هناك مشاكل في دول الخليج كما بدأت انتفاضات في عمان وفي الكويد وفي دول أخرى إذا تناحروا فالعمل العربي المشترك في طريقه إلى الانقسام ولن يتوحد إلا بيرادة شعب المساعدة لأن الكثيرون بصراحة يتساءلون يعني أنه أين تطبيق أو أين تمكنت جمع الدول العربية من تطبيق المواثيق التي اتفقت عليها أين هي الآن من القضية الفلسطينية مثلا أين هي مما يجري في غزة أين هي مثلا جمع الدول العربية من أزمة الصحراء الغربية أين هي من أزمة الجزائر والمغرب أين هي من أماكن عديدة من اليمن وغيرها لكن الآن تتفق مع دكتور رامح الديلات قاني بأن دول مجلس تعاون الخليجي كما قالوا أنه هو دول مجلس تعاون الخليجي نجحت في هذا الميدان لكنها فشلت في تطبيق بعض التطبيقات الخاصة بها مثل قضية توحيد العملة وغيرها هي التي تقود الآن جمع الدول العربية الأشكالية أن جامعة الدول العربية كما قلت جامعة الحكومات العربية هي الحكومات تجتمع وللأسف أنظر إذا أخذت تاريخ الجامعة العربية من تأسيسها إلى آخر اجتماع لوزراء الخارجية في الرباط قبل كم يوم كل قراراتها التي تتخذها المفروض أن تكون حسب نثاقها بالإجماع غيرت صارت بالأكثرية أنا مع الأكثرية ولكن ينبغي أن يغيروا في مثاق العمل الذي يعملون عليه حتى يقال أن ما يجري يتم بالاتفاق بين هذه الحكومات وأن كل الذي يتم هو تم حسب المتفق عليه بالمثاق هذا الشيء الذي يجعلني أشعر بأن من يدفع المال هو الذي يفرض القرار قديما قالت العرب من ملك المال ملك السلطان ملك السلطان والمشكلة أنه أيضا من يدفع للزمار يفهم الله هناك مثل آخر من يدفع للزمار يسمع الأغنية التي يرغب بها ويطغب لها هذه هي القضية حينما ننظر الآن أن الدول التي تقرر في جامعة الحكومات العربية هي دول الخليج مجلس التعاون الخليجي وأيضا بين مجلس التعاون الخليجي صراعات داخلية تحاول حينما تصعد إحدى الدول الصورة عاصمة فضائية تفرض نفسها وقراراتها على القرار الدول الأخرى الكبرى في مجلس التعاون الخليجي تحاول أن تناور عليها أو تدخل عليها بضغوط إما أن تزاود علي أكثر أو تضغط على قضاياها لا لا في قضية سواء كان قطر ولا سعودية ولا غيرها هذا الميدان يحددان كل هذا شطارته بدك تساوي أي دولة أنت تمدمد لو كنت أنا رئيس دولة مثلا يحق لي أن أتمد في الدول جواره وسائل فيما يتعلق بمصالحها هذا معروف تاريخيا هذا سياسيا هذا معروف تاريخيا لكن المملكة العربية السعودية البعض يقولون بأن على فقرة هي التي تدفع ليس هي قطر صح في المقدمة لكن خلفها المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية لا تستطيع قطر والله أن تقود العمل الخليجي وتكون هي وتتحمل بسبات وأشياء كثيرة سواءك من سوريا أو من غيرها دون موافق سعودية دون موافق سعودية دون دفع عدد سعودية جامعة الحكومات العربية مع التغيرات التورية التي تحدث في الوطن العربي هناك حراك شعبي موجود في كل المنطقة من المغرب إلى البحرين هذا الحراك الشعبي كسر حاجز الخوف من الدولة الأمنية ومن القمع والإرهاب وأيضا طالبة بالمطالب التي تخشى منها دول مجلس التعاون الحرية والكرامة والديمقراطية هذه المصطلحات الثلاثة تخاف منها دول حكام مجلس التعاون أكثر من أي هذا الشيء الذي يجعلني الذي يفرض القول يجعلني أقول أن الذي يفرض الآن القرارات يقولها لمصالح أخرى وليس لمصالح الشعوب كي لا ننظر أنه الآن بالتأكيد الذين يروننا وهم ثوريون لكأننا نحن أو الموضوع الحلقة تتجه نحو إدانة جماعة الدول العربية بشكل من الأشكال لكن لماذا لا ينظر لها دكار الشمسة بعين الرضا وعين الرضا عن كل عيبين كريلاتهم أن هذه الجامعة بدأت تستشعر الخوف تستشعر الخطر حتى لو قادرتها دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها وتستجيب لحاجات الشعوب وتطلعات الشعوب بغض النظر عن الفاتورة الدم هنا وهناك يا أستاذي حتى جامعة الدول العربية التي نستطيع نقول أنها خروج شوية عن النظام الأبوي الأسري المشيخي في الصحراء أنه وسعتها بدل ما تكون واحد يوم أول شوفت أستاذ قلنا خمسة واربعين أول اجتماع الذي زعمها للرؤساء كان في أربعة وستين نتيجة لقود صخرة ضخمة اسمه عبد الناصر يعني الدول العربية كان عزمة عبد الخالق حسونة أه لا أيوة أول أول مؤتمر قمسة لما يكون في زعيم تتحرق كالجماهير الأمة كلها معه مثل أم كلثوم وعبد الناصر عبد الناصر اتخذ قرار لوحده نيابة عن مجلس لهذا تطبيقا لميثاق أو وثيقة للدفاع العربي أنه تدخل ضد عبد الكريم قاسم بقوات مصرية ومنع حرب مثل الذي وقعت لصدام بلواء واحد صاعقة نزلوا في حدود الكويت يعني كانت الجامعة العربية أو ميثاقها الذي يجب أن يتغير يقع ميثاق شعوب يعني لو تركوا للشعوب أن تتداخل الآن سنقيد كل الثورات العربية ترفع كل أعلم الدولة العربية سنقيد كل ما قاله العرب من 1500 سنة عن وحدة الأمة وأنا أسمي الإسلام والعروبة أمة ما أسميش سنقيدها واحدة سنقيد أن القضية الشيعية وهذه سنقيدها قضية مفتعلة أنا لم أكن أعرف في قبل سنوات أنه نازك الملائكة شيعية أو سنية ولا القواهر شيعي أو سني ولا الزهاوي الآن مطلع لفصفوسة كل واحد يا سيدي أنا لماذا لكم دينكم واليدين هم مذهبهم لماذا أحاول أقنعه لا السلفي السلفي يكفر وهذا ويقول له رافضي وهذا يقول لهذا ناصبي لكن مشكلة البحرين نريد أن نقول لك عليها وقطر قطر والبحرين قطر أنا أفتخر بأمرأتين عربيتين الآن أو ثلاث كانوا زمان وحدة اللي كانت في القزائر اللي اسمها الحنون لا لا بين حنون اللي قال علي علي بلحاق قال الرقل الوحيد في القزائر نعم هذا زعيمة حزب العمار كانت مرشحة الانتخابات الرئاسية أيوة لا لويزة حنون لويزة حنون قالت قالت هي الوحيدة رغم منها حزب اشتراكية هي يسارية قالت يجب أن يتقبع هذا الإنقاذ فقال عبدالله بلحاق قال هذه الرقل الوحيد في القزائر وافتخر بالمرأة الثانية اللي هي موزة لأنه موزة نعتبرها زي زبيدة مرأة هارو الرشيد ما أنه علي بالحجس لأنه ما تهموه بالغزر الشيخة موزة الشيخة موزة زوجة عقيلة أمير قطر تعتبر زي زبيدة امرأة تصرف في كل العالم الآن هي الوحيدة التي ترعت للونسكو من زبيدة زبيدة زوجة هارو الرشيد زبيدة صرفت أموالها كلها على طرق الحق والدى وتوكل عندنا في اليمن الذي أنا سميها جون دارك جون دارك الفرنسية هذه عندها فلوس وهذه عندها الشقاعة يعني أعتقد أنا أنه ثلاث نساء مثل هذو اللي وباقي ثلاث نساء أخريات ستسقط كل الرؤوس العربية اللي موجودة للريال في شيء آخر ريدا نقوله القدافي قال شيء ورحمة الله عليه قال شيء كانوا يضحكوا ثلاثة أربع رؤساء عربية ولا حظتم أنا الآن أقول مقولة يوم أكلت ثورة الأبيض لما قال لهم ستسقطوا كلكم علي عبدالله صالح ضحك كده ب2008 هذا أيوة لما قالوا أنتوا سيحصل لهم زي ما صدام فعلي عبدالله صالح ضحك ووشار الأسد ابتسموا حط السماعة وبن علي برضو يعني كلهم ابتسموا كأنه القضية بعيدة عنهم ورقل كأنك تقول أنت ستسقط يومها ستوقك اليومها مثلا العربي الشهير يوم أكلت ثورة الأبيض ثورة الأبيض يعني نقد أنه الآن أنا أخاف من شيء واحد تونس ومصر لا أخشى عليهم أنا أخشى على ليبيا ليبيا أنا أخاف تتحول قندهار لأنه الآن في 70 قيش و70 كتيبة و70 لواء لأنه واحد خريق من مدرسة سياف واحد خريق لأنه أنا أنا كانوا عايشي معي في اليمن زملاء ليبيين وكانوا يعتقلوا بطلب من القدافي طبع ليبي كمان لا 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 زمائلي خايف على ليبيا ومش خايف على الحاج وزنجبار لا 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 عندنا في اليمن أنا أقول لك ويافع وقدر عندنا في اليمن في حالة توازن واحدة مش السعودة في حالة مهمة نعم عندنا في 60 مليون قطعة سلاح مقسومة 30 مليون و30 مليون ما في الشعب عزل زي ليبيا وسوريا عندنا هتضربني بالآله هتضربك بالبازوكا طيب ولذلك أنا أرى أنه يترك للشعوب العربية من تتوحد الطريقة الأوروبية جمد أواحد العملة أوكي أواحد التجارة أو أواحد الاقتصاد أخلي الشباب تزاوروا رجل حتى دول مجلس عور خليج في نقطة الميثاق دول العربية يجب أن نتغير أوكي منيح لأي حد دكتور محديلات قاني اليوم جمع الدول العربية أمام اختبار اختبار صعب تنجح في هذا الاختبار ما هو الشكل الذي أنت تريده أنت يعني كمواطن عربي يعني يعني أنا كمواطن عربي أولا أثني على ما قاله عن دور المرأة العربية في السورات العربية في سوريا بالذات يقود الثورة في الداخل سهير الأتاسي ورزالزي ومناضلات سوريات يعني يفتخر بهم كل الرجال الشيء الآخر فيما يتعلق بالدول العربية عندنا تجربة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي الآن لماذا لا ننظر وندرس هذه التجربة جيدا إذا أردنا أن نقيم جامعة عربية لها تأثير الاتحاد الأوروبي لم يبدأ بوحدة لم يبدأ باتفاقيات دفاع مشترك بدأ بسكك قطار بدأ ببناء طرق بدأ بسوق اقتصادي بدأ بكل هذه الأمور التي تؤسس لتواصل الشعوب فلما تواصلت الشعوب أصبحت القرارات السياسية سهلة جدا في العالم العربي عندنا اتفاقية التعاون الاقتصادي لم ينفذ منها حرف عندنا اتفاقية السوق العربية المشتركة لم ينفذ منها حرف هذا السؤال الذي يسأل إذن عندنا الآن تجربة ناجحة وناضجة اسمها الاتحاد الأوروبي هذا الاتحاد تدرج من بعد الحرب العالمية الثانية ولد بنفس عام ولاية الجامعة العربية وتدرج إلى اليوم أصبح قوة عزمة في حين الجامعة العربية تتفتت إذن ما قام به هؤلاء من حيث التوحيد الاقتصادي من حيث البناء الاجتماعية من حيث الاقتراب من مشاكل الناس لضمهم أكثر نستطيع أن نقوم به في العالم العربي فيكون عندنا جامعة سواء كانت جمعة شعوب أم جمعة مؤسسات لكنها تكون ذات دور فاعل ولا تكون كدورها العالي تنتظر الأوامر وليس عيبا أن نأخذ عنهم منيح الحكمة الحكمة ظالة المؤمن الحكمة ظالة المؤمن الحكمة في عقوله الحكمة يمانية والشجاعة سورية جميع وبرك الله في شامنا ويمننا لكن الآن في نقطة والله دكتور كاظم إلى أي مدى بأن تكون وفق مؤسسة جمع الدول العربية قادرة في هذا الظرف الصعب وكما أريد لها أن تكون نعمات آيدن لمعدة مصفى النحاس لحسونة لعصمة عبد المجيد لعمر موسى للآن نبي العربي هل ستكون كما وجدت مواثيقها ممكن أن تتحقق الآن عصر بعد خمسة وستين أو واحدة وستين سنة أو أكثر من ستين سنة قادرة على أن تكون كذلك أو لا كل شيء ممكن إذا توفرت الإرادة الآن طرحت قبل في الاجتماع الأخير يعني يبدو مش قادرة قادرة الآن على بصراحة الطلاق آخر مؤتمر قمة في سرت طرحت فيها مبادرة تطوير الجامعة وتغيير الميثاق ودمج الجامعة كجامعة للحكومات مع منظمات المجتمع المدني تفعيل منظمات حقوق الإنسان ووضع لها مستشار أو نائب للأمين العام جرى هذا التحرك فيها ولكن قمع أيضا طرح أفضل شيء طرحه عمر موسى والذي أنا طالبت في لقاء سابق على هذه المحطة بشعب المصري بمحاكمته وأكرر الآن لأنه هو الذي شرع للناتو ضرب ليبيا والتضحيات بكثر من مئة ألف ضحية بسبب للناتو وأخشى من أن يتكرر بس على فكرة هو نبيل من أجل فقط أن ننزل الناس من أجلهم الذي يقرر هو ليس نبيل العربي وليس عمر موسى هو تحمس أكثر هو تحمس أكثر لهذا القرار لأنه كان ممكانه أو لا هو كان يرغب برضا الأمريكيان ورضا الناس كان بإمكانه عرقلة عرقلة الطلب مثل ما عرقل اجتماع قمة غزة في الدوحة وكلنا نتذكر خطبة أمير الدوحة حينما قال حسبي الله ونعم الوكيل كلما يزداد العدد إلى 13 دولة يأتي خبر سأصبح أحنا عزل من أمر موسى كلما زاد ومن يومها قطر تكره اليمن نقص حسبي الله حسبي الله من عمل هذا العمل عمل الأمير العام لجامعة الدول العربية لأنه هو بتأثيرات 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 وانطباعات أمروا علي عبدالله صالح بالأمر ما تروح ودى النائب لذلك من 13 إلى 12 المهم في القضية أن الجامعة العربية يمكن تطويرها وتحسينها بعد هذه الثورات التي أخذت دورها الفاعل في الشارع الأمة العربية فيها نخب فكرية مثقفة لا تستغل تساهم في تطوير أكثر من مشروع دولي وعالمي بالإمكان استفادة من هذه الخبرات والطاقات ووضع ميثاق جديد لتطوير هذا العمل وتحسين وضع حول أن تأخذ دورها كبير تور شمسان مستقبل جامعة الدول العربية في ظل حالات الآن الربيع وثورات العربية كيف تراها؟ إنه لو كيف تراها غمض عيونه لأنه أنا عشت حوالي 9 سنوات في مصر طبعاً مصر أنا يمكن أعتبرها وطني الأول لو لأنه عندي طلع مصري كمان عارف ليش طلع مصري حقول لك ليش أنا باعتبر باعتبر أنا أي واحد يشوفه مصري باقول له أستاذ حتى البواب لأنه طبلك بيه ألا لا أحد كبار رحالة قال زورت العالم كله قال زورت العالم كله لا تستطيع أن تعتبر إنك في وطنك إلا إذا عاشت في مصر رغم أنا رغم أن أنا يمني أفتخر بجنسيتي أنا دبل جنسية عندي عظم جنسيتين ولكن أريد أن أكون مصري يعني أنا عندي جنسيات أصل الأقوام السامية ليس للعربية اليمن وعندي أصل الديمقراطية والحضارة البريطانية ورغم هذا مشكلة بيروقراطية التي ورثت من ألف سنة من أيام كان الفراعنة والأتراك والممالك أنت معك حصائيتنا تقدر تعد لي كم موظف غير مصري في جامعة الدول العربية شعارك معدودين معدودين جامعة الدول العربية يجب أن تكون ممثلة من كافة على الأقل العناصر الكبرى في العالم العربي ما هي طول عمرها الأمين اللي عم بيكون مصري ما هذا شاد للإقليم هذا الروتين حاجة ثانية ميثاق يجب تغيير الميثاق أنت لا تقول لي تريد أن تغير ميثاق مقيد طيب مثلا ميثاق أحيانا بمزاقهم يقبلوا سبع أصوات يمشوا قرار وحيانا زي ما يقول الميثاق بالأغلبية طيب خليني من أشواقك على مصر فشالة تروح على مصر قريبا أخلي مستقبل الجماد العربية بعد الثورات العربية أنا يعني ما نش أبتميستيك أنا ليس متفاعل أنا أعتقد أنه نحنا ماشيين في طريق الغرب نحنا نحنا اتخذنا بغباءنا مع الغرب أوباما يزحف نحو الشرق أوباما كل يوم رايح مينمار اللي ما كانش أعبرها مينمار مينمار خمسين سنة لم يزورها مسؤول أمريكي اللي كان اسمها بورما وقبلها سيام شفت معناتها وليد معلماء وحق يتجاه شرقا فالآن اتخذ شرقا لأنه السوق هناك نحنا نتخذ غربا الغرب الآن في حالة نهيار أمريكا 14 تريليون ديون أوروبا بين يوم وليلة خمسة دول ممكن تفلس ويسقط اليورو نحنا متقهين لذا الغرب وسنسقط معه طيب مستقبل جماعة دول العربية في ضد ثورة العربية لا وقول للمستدمحي أنا قدمت استقالتي من غادرت السفينة غادرت السفينة لأنه أنا قاد منتظر الأخ الرئيس اللي عبدالله صالح يطلع من المستشفى بس وعلشان أقول له أنا أنا ما سبتكش وقت من أنت مريض أنا سبتك الآن في عين لسببين لأنه أنت مركز على الموضوع ده لسببين أنك لم تحل القضية لا تقول لي آخرين زي ما سيقولوا آخرين يضربوا حتى لو ضربوا آخرين فأنا مسؤول أمني عندي سبعين جهاز أمني طيب ولو أنا ضربت فأنا مجرم فتلك مصيبة وتلك المصيبة أعظم أنا الحقيقة والحاجة الثانية أنه ما رضيش يروح نحل حالك نحل حالك يوم كان الرئيس بحالة فروج بشوي قبل ما يصبح شبح وقرة سألته لأهل قفست من السفينة فقال لما يطلع من المستشفى فطالما طرعه اليوم قفز بس على الفكرة أنا طول عمله بشي مستقل يعني صح أنه هوا وكذا بشي مستقل وريدت كل قادة الأجهزة الأمنية السابقين أن يخفزوا من السفينة لأنهم أنا؟ أنا جهاز أمني لا لا أنت قلت عندي ستين جهاز أمني لا 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 كرئيس كرئيس اليمن فيها ستين جهاز أمني مش قادر يحمل الناس انت شكلك انت شكي الضباط على فكرة المهم مواسيق الجامعة العربية اللي حكوا عنها الأخوان يعني لو أنت لاحظتش أقرت في سرط وكانت رئاسة لجنة التعديل لليمن القزافي راح وعلي عبدالله صالح في الطريق على الطريق فإذن هذا كلام الماضي لم يعود له مكان أمين عام الجامعة العربية ليس له دور أمين عام الجامعة العربية سكرتير في شركة ما تتفق عليه مجلس الإدارة يكتب وينفز يعني لن نجلس الآن لنحمد الشازي للقليبي ولا لعمر موسى عمر موسى بزكاءه الفهلوي استغل الجامعة العربية لأهداف شخصية وهو يريد الآن يصبح رئيس مصر هذا طموح سياسي لن ندخل به المشكلة ليست في الأمين العام وليست في المواسيق المشكلة في الإرادة لم يكن هناك إرادة لتوحيد هذه الجامعة وتحويلها إلى فاعلة إذا توفرت الإرادة الآن مع نجاح كل هذه الثورات التونسية والليبية وقريباً السورية واليمنية سوف تتوفر الإرادة لدور عربي مشترك وبناء جامعة عربية قوية لها قرار هل نحن أمام تسكيل جديد جامعة الدول العربية؟ إذا نجحت الثورات داخلياً إذا نجحت الثورات وتمكنت الشعوب من فرض إراداتها يمكن تحسين الوضع ولكن للأسف أعداء الأمة وأعداء الجامعة وأعداء الشعوب أيضاً لهم قدراتهم في عملية الثورة المضادة وعملية التغيير حتى الانتخابات وحتى ما يفرح فيه تونس ومصر وغيرها أخشى من هذا الوضع الذي يعيشه لأنه هناك مثل ستاليني ستاليني قاله حينما جاءه وزير الداخلية يخبره بأنه تمكنوا من دفع مئات الآلاف للتصويت وسنفوز بشيء كامل قالوا لا يهمني عدد الأصوات يهمني من يعد الأصوات الرجل الذي يعد الأصوات هو الذي يهم الذي يحدث في تونس وفي مصر وفي البلدان الأخرى للأسف الذي يعد الأصوات هو الحامل الخارجي وليس إرادة الشحوب ولا الثورة ولا الضحايا وبالمناسبة ينبقي أن نقرأ الفاتحة على كل شهداء الثورات العربية رؤية تشاؤمية تماما الثورات العربية بخير ونقرأ الفاتحة لنأمل بأن تتحسن الأمور بشكل أفضل أستاذي أنا مسر على سلطان السلطان الجديد سليمان القانوني أردغان قادم لكل الدول العربية أردغانية أردغانية لا أردغانية مع احترامي للغنوش الذي يعتبره أعظم أول أردغان تعلم كتب الغنوش نحن مع مسار ديمقراطي مع قرار عربي ويكفي هذا التشويش ستؤكل يوم أكل الثورات شكرا جزيلا لكم الفروج الأبيض شكرا جزيلا لكم دكتور محمد شمسان الكاتب والبحث الإيماني شكرا للمصول لدكتور كاظم الموسوي وأيضا لدكتور محدين لادقاني أشكرا لكم شكرا لكم على حسن المتابعاتكم وإلى اللقاء شكرا لكم الله تفرعا شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم